شارك مع علي الشيخ سلمان بن خليفة أهل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في مؤتمر القطاع المالي الأول الذي يُعقد في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية تحت رعاية خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وذلك في الفترة من الرابع والعشرين حتى الخامس والعشرين من أبريل الجاري بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات وقد أعرب مع علي عن بالغ امتنانه لهذه المشاركة التي تستقطب صناع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية منوها مع عليه بأهمية عقاد مثل هذه المؤتمرات التي تسهم في تطوير القطاع المالي عبر عدة عناصر أساسية كالتوجه نحو مجتمع غير نقدي عن طريق استخدام التكنولوجيا المالية وتعزيز الاستثمار في هذا المجال بما يسهم في توفير وظائف نوعية عالية إلى جانب تعميق السيولة في سوق الأسهم وأشمولية قطاع الخدمات المالية وتحفيز نشر البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكارات في البنية التحتية للقطاع المالي سعيا لتعزيز المكانة المالية على مختلف الصعود المحلية والإقليمية والدولية ويشارك في مؤتمر القطاع المالي الذي يعد ضمن برنامج تطوير القطاع المالي كأحد برامج رؤية المملكة العربية السعودية عشرين ثلاثين كبار الشخصيات وقيادي عالم المال والأعمال محليا وإقليميا وعالميا ممثلون من قطاعين العام والخاص المحلي والدولي وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية عالميا ووكالات التصنيف الدولية والخبراء المتخصصون في مجال الشؤون المالية والاستثمارية ويهدف المؤتمر إلى إبراز الموقع التنافسي المتميز للقطاع المالي السعودي وجمع أقطاب الصناعة المالية ضمن منصة حوارية وتبادل الخبرات والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع المالي وعرض الفرص الاستثمارية في القطاع المالي السعودي حيث سيتم تسليط الضوء على عدة مواضيع مالية محورية تحتوي دعم التنافسية وبناء القدرات للقطاع المالي ورفع مساهمة قطاع المششآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ودعم إيجاد منتجات مالية إسلامية مبتكرة ودعم الحلول المبتكرة في التمويل العقاري وتحفيز الابتكار والتطوير لدعم نمو سوق التأمين وتشجيع استخدام التقنية المالية لتقليل العمليات النقدية